قيامة دي لو قامت لا شيخ بنفعت لا فكيه لا حجاب لا بغرة لا تراب لا قبة لا غيره عقيدتك في الله بس الله بنجيك بالعقيدة والتوحيد والعبادة والعمل الصالح وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم قلب ده لو شقوه فيو العقيدة الصحيحة فيو التوحيد مش تدعلك ببشر والله ده يجروا منك كلهم أي زول ماسك للشيخ يوم القيامة بجر منه أقرى سورة عبسة فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه يفر يفر دي شرحوها كيف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه ظل بجر من أمه بجر من أبو بجر من أخو بجر من زوجته بجر من ولده ليه بجر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما فاضله بجر من أمه يجف له الحوار بتاعه إدي حسنات يجف له والله الذي لا إله غيره هؤلاء الناس كأنهم لا يقرؤون كتاب الله قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما تفكر في الآيات والأمر يومئذ لله قال تعالى في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى صحف فيه شنو ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيت ويته موش السعى عليك الشيخ قال تعالى في القرآن إن يوم الفصل سماوا الفصل إنت ماسك في الشيخ ما يبته البمزك يعني إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ ما تقول لينا دي الأجدادين دي الشيخي اليهود قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام قال فيهم كلام ما فيهم كلام والنصارى قالوا أجدادنا ناس إبراهيم عليه السلام فيهم كلام ما فيهم كلام الله قال ليهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي زول بيحسابه أي زول بيضربه